كذبت نسب المصاحف الموجودة الآن متحف القاهرة ومتحف اسطنبول ومتحف السمرقند أن المصاحف الموجودة من عهد عثمان بن عفان وأنا أقول كما قال الموجودين المؤرخين والباحثين أن المصاحف أو المخطوطات الموجودة الآن ليست لها علاقة نهائياً بعهد عثمان بن عفان عشان نبحر بموضوع كيف وليش لازم نفهم أول شيء اللغات والخطوط الموجودة وتواصلها مع بعض ويجب أن نعرف أن اللغة العربية في ذيك الحقبة كانت لغة خطابية بين الناس كحديث فقط ولم يعهد عن اللغة العربية كلغة كتابة لغة الكتابة ولغة النخبة ولغة التجار بين الناس ولغة الحساب هي اللغة السريانية ولغة السريانية أصلاً أخوذها من اللغة الأرامية فلذلك اللغة العربية أصلاً إنها يعني هي وليدة الكتابة الكتابة السريانية فهي وليدة ومع خليط بعض اللغات الأخرى وأول ظهور كلغة أو خطوط حروف بدائية جداً هو الخط النبطي اللي لقوه على قبر أمرأ القيس أنا أبريكم الآن بداية الخط هذه أول مخطوطة أو نقوش سموناه نقوش النمارة قبر أمرأ القيس طبعاً ما هو أمرأ القيس اللي نعرفه الشاعر هذا واحد غير وثاني يعني 328 ميلادي تقريباً قبل الإسلام 300 سنة هو الخط النبطي والجدير بالذكر إن تدوين القرآن كان برئاسة زيد بن ثابت وزيد بن ثابت هذا كان يهدي وأسلم وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ليتعلم اللغة السريانية فلذلك المؤرخين والباحثين يقولون إن اللغة العربية هي وليدة اللغة السريانية فلذلك هل القرآن تأثر باللغة السريانية من كلمات يعني في خلاف بين هذه اللسان العربية مبين ويمكن اللي بيبحث منكم بالموضوع هذا ممكن يرجع للرأي ابن حزم في أصول الأحكام في الكلمات الأجنبية التي دخلت القرآن يعني مثل طور طور يعني نعرف إنه فيه جبل اسمه طور لا هو باللغة السريانية أي جبل اسمه طور مثلا الحور العين الحور العين باللغة السريانية العنب الأبيض مثل سورة اللي نكتب سورة مثلا سورة الفاتحة سورة الفلق أي سورة هذه ما الأصل العربية لكن باللغة السريانية السور أو السورة هي أيش النص المكتوب أنا أصراحي ما بيأدخل الموضوع هذا كبير جدا واليام الفاتحة يترددت أن يدخل وابحث الموضوع وأذكر التفسير بعض الكلمات السريانية بالقرآن قلت أشتت بعض الأفكار يمكن في بعض الثوابت تتحرك وأنا صراحي ما بيأدخل بالموضوع هذا بس أحب أنه المتخصي بالتفسير القرآن يبحثون عن موضوع اللغة السريانية وتأثرها سواء أثرت أو تأثرت باللغة العربية يعني دمج اللغة السريانية واللغة العربية وهل يدخل بالتفسير وكيف يتغير المعنى رأسنا على عقب هذا أنا ما بيأدخل فيه لموهة خاصة نهائيا ولكن أدعو من المستمعين والمشائخ الموجودين بتفسير القرآن يخذون العلم هذا اللعلى وعسى ينتفع به ونطلع بشيء جديد لأن موضوع هذا لم يبحث ولم يكتفى بالبحث العميق صراحة ما بيشتتكم كثير بنادخل نرجع الموضوع المصاحف أول خط تقريبا كتف فيه المصاحف وهو بالخط الحجازي أبريكم نسخة هذا الخط الحجازي واضح قدامكم وبين الآيات يحط بعض النقط شوفوا ركزوا بالخط الحروف المائلة وهذه النسخة أيضا من الخط الحجازي شوفوا مثلا هنا من هذه من شوفوا النون جاي كأنه حرف راء وهنا الأرض شوفوا الحرف الراء كأنه جاي نيش دال هذه من نسخ الخط الحجازي الخط النبط اللي حطيت لكم صورة متأثر جدا بالخط الأرامي والخط الحجازي أيضا متأثر بالخط السرياني وهو وليد ولكن الخط الحجازي تأثر وتلاقح مع الخط السرياني ونتج عنه الخط الكوفي ركزوا وأول ظهور حقيقي للخط الكوفي على قبة الصخرة بالمسجد الأقصى بعهد عبد الملك بالمروان بالدولة الأموية طبعا هذا أول ظهور للخط الكوفي والخط الكوفي كما نعلم أنه هاي مزيج بين الخط الحجازي والخط السرياني وهذه رسمة الخط الكوفي بهالشكل هذا والمصحف الموجود بالقاهرة المصحف عثمان اللي هو المشهد الحسيني في بعض الزخارف وبعض الصلبان والتعشير وضع علامة بعد عشر آيات هذه الحركات والزخارف وهو الخط الكوفي أيضا ما كان موجود بالخط العربي الحجازي أبدا أوريكم ولا هذا المصحف الموجود اللي هو مصحف المشهد الحسيني شوفوا هنا يعني بعد تعشير يسمونه زي الصليب هذه مكبرة ما حطوه كل بعض عاش آيات ونوع الخط الخط هذي يختلف نهائيا عن الخط الحجازي ما له علاقة هذا خط كوفي وبعدين شوفوا الصورة هذا المصحف شوفوا كبره ضخم جدا هذا وزنه ثمانين كيلو ثمانين كيلو لم يذكر أنه ثقل يعني ثمانين كيلو كيس اسمنت خمس وعشرين كيلو يعني تقريبا ثلاث كياس أو أربع كياس هذا مرة مرة مرتفع وبعدين المصحف هذا معناته قتل يعني خمسمائة لستمائة شات حتى يطلع مصحف واحد معقولة أكيد لا لا الخط ولا الكبر ولا التعشير ولا الزخارف الموجودة كانت موجودة فهذا ينفي نهائيا الموضوع عن مصاحف هذه تبع عثمان بن عفان ريضا الله عنه وهذا أيضا من مصحف السمرقند يعني مصحف سمرقند استبدلت كلمة عربية بكلمة سريانية وهي استبدال اسجدوا لآدم إلى اقعدوا لآدم والقعود باللغة السريانية السجود والخط هذا أيضا خط واضح أنه هذا خط كوفي ليس خط حجازي المعروف أول بخط فيها القرآن فهذا أيضا يثبت أن هذا القرآن ما له علاقة وأقدم مخطوطها الآن اكتشفت اللي هي مخطوطات صنعة بجامع صنعة الكبير برممون مدريش المهم وقعوا بل مخطوطات هذه فخذوها وحللوها ولقونا ترجع العهد الرسول أو بعد عهد الرسول يعني بداية خلفاء الراشدين فالمخطوطات هذه كعمر جلد الجلد الموجود نعم يرجع إلى الحقبة هذه ولكن الباحثين يوموا رجعوا للكتابة لقوا أن الكتابة ترجع القراءة ابن عامر يعني بآخر الدول الأموية فهذا كذلك يعني يا فرحة ما تمت يعني أنهم لقوا أقدم مخطوطة لأن القراءة لابن عامر يعني ما لها علاقة أيضا بعثمان وإن شاء الله الأيام الجاية ما تدري يوم من الأيام يبيلقون إن شاء الله النسخة الحقيقية العثمان بن عفان وهذا الشيء إن شاء الله يفرحنا ويفرح كل مسلم ترجمة نانسي قنقر